مرحبا يا اخ بي سام حبات فرجيك صفقة البيتكوين اللي نحن فيها هلأ حاليا كان عندنا موجة دافعة وهذا تصحيح البيسي فيها موجتان هي عبارة عن اي بي سي لحظت ارتديت بنسبة مية بالمية اذا بنقدر نشوفها عفريم عفريم اصار في عنا ارتداد بنسبة مية بالمية لاخر موجة من هون وهيدا التصحيح ونحن فتنا مع التصحيح وهيدا هي الصفقة قدامك اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا لكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم قناة سنقوم بتحليل الكثير من الاخوات طلبوا مني تحليل وبالتالي سنقوم بذلك اليوم جاءت الفرصة لذلك لكن قبل البدء ادعوكم الاشتراك في قناة التليجرام المجانية هذا هو رابطها سأضع لكم في صندوق الوصف في هذه القناة نضعوا اعراء المشاركين في دورتنا تدريبية ارباحهم فيديوهات صوت وصورة شهاداتهم كذلك صوت وصورة ارباحهم كما تلاحظون يرسلون ارباح قوية قوية جدا انطلاقا من تطبيقهم للمعلومات الموجودة في دورتي التحليل الموجي والبرايس اكشن بالتالي اذا اردت احتراف المنطق في التداول احتراف التحليل الموجي والبرايس اكشن ما عليك الا اشتراك في دورتنا تدريبية سأضع لك الرابط اسفل في التعليقات تخذ الرابط كاملا وطلب رسالة صوتية باسمك لا نقبل الدفع بالكريبتو لا نطلب منك لا ان تستمر ولا اي شيء تدخل تأخذ الدورة وتبدأ في التعلم وتطبيق وان شاء الله تحقق الارباح لا تنسوا تذهب الى الموقع في هذا الموقع هناك مقالات وكتب يمكنكم تحميلها مثل دليل اساسي لشمالية بنية المتدينة ضغط على ايبدال المجرى دا يملك الخاص تصل لك الكتب لا يملك الخاص تحذير التداول مهنة خطيرة يمكن ان تخسرك اموالك لذلك كل ما نقوم بفضل قناة وهذا مغزى تعليمي تثقي في مئة بالمئة لا نعطيه لنصائح مالية ولا استثمارية اذا ضغط على زر الشراء او الباية فانت المسؤول مسؤولية تنتم عن قراراتك قناة العلمية رفو الكذب لا تتحمل اي مسؤولية كل ما نطلبه منك تراقب تقارن واذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام الى عروضنا ودورتنا التدريبية طيب الناستك اولا الناستك هدا هو رمزه طيب ماذا لديه في الناستك لنرى اذا عملنا اول ناخذ شرط اخر اذا كان ممكن اذا ما ممكن ناخذ هذا فقط ناخذ مثلا نفس شرط نفس الشرط تقريبا بالتالي يعني راح ناخذ ناس دك نكيو وان هندرد نكيو وان هندرد اوكي ايمني ناس دك تمام 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 اذا سابدأ من فريم الاسبوع اللي ارمى دلدي لاحظ ولدي تجاه ساعد واضح تجاه ساعد رياد الموجه تصحيح موجه تصحيح موجه ثم هذا التصحيح الكبير ثم الات الموجه اوكي اذا الان هذا التصحيح هو التصحيح الكبير ليس لدي Divergence لكن لدي نقص في الزخم بين هذا الحركة بين هذا هو التصحيح الكبير وهذا الحركة إذن الآن هذا النقص في الزخم يقول لي أنه هذه ربما تكون فقط الموجة الأولى للتصحيح وربما سيكون هناك تصحيح كبير على شكل نموذج هكذا أو قد يكون هناك تصحيح كبير على شكل كذلك نموذج هكذا مثل هذا النموذج فقط أكبر إذن لاحظوا الصورة على فريم الأسبوعي في الناستك تقول لي أنه انتبه لدينا نقص في الزخم بين هذا الموجة وهذا الموجة إذن سنبدأ تصحيحا كبيرا إما تصحيح كبير تصحيح كبير لاحظوا ليست لدي ولكن لدي نقص في الزخم بالتالي لو كانت سأكون ربما عكاس في الاتجاه لكن بما أنه ليست لدي فربما فربما هذا فقط تصحيح سيكون تصحيحا كبيرا طيب إذن الآن يجب أن أدرس هذا الموجة الأخيرة سأنزل فريم اليومي لأدرس هذا الموجة الأخيرة وهذا الموجة الأخيرة بها النموذج إذن لدي موجة تصحيح ثم موجة كبينية 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 الموجة مقتللة WXY يعني في أي لحظة قد يسعد ناستك في أي لحظة لكن إيجب حذر لماذا؟ لأنه قد نبدأ في موجة تصحيحية هنا مساوية لهذا التصحيح ثم بعد ذلك يعود ناستك لمرة أخيرة قبل ذلك الصعود التصحيحي الذي قد يكسر القمة وقد لا يكسر القمة بالتالي بالتالي أنا الآن يجب أن أكون حذرا هل هذا يمنعني من قول أن هناك من الشراء؟ إذا أردت الشراء؟ لا طيب الآن يجب أن نحلل هذا الموجة يعرى ماذا بها؟ لاحظوا معي سنزلها بفريبرا بساعد أوكي لاحظوا ليس بهذا لكن هذا الأخير بهذا هنا ولدي هذا النموذج وهذا النموذج وهذا النموذج إذن موجة تصحيح موجة تصحيح موجة تصحيح ثم موجة لاحظوا بعد ذلك ما الذي وقع نطاق هنا في النصدك نحن دخلنا في هذا النطاق هنا شراء مش النصدك الداو لكن نفس البنية شراء والآن حركنا وقف خسارة لأنه هدفنا هو يعني قمة تقريبا أو على الأقل لهذا المنطقة مستوى النطاق اللي كان موجود هنا على الأقل يعني مستوى الخمسة تشرف 927 طيب الآن كسرنا هذا الجدار لاحظوا هذا الجدار إذا كان هذا تصحيح هذا يقول أن هذه منطقة بعدها سيكون هناك سعود إذا كسرنا هذا الجدار يجب فقط انتظار اكتمال هذا التصحيح كيف سيكتمل هذا التصحيح بما أنه هذا النموذج تم كسره فربما يكون هنا فيه تصحيح كبير أو إذا ما كان هذا هو التصحيح الكبير يكون هذا هو النموذج وينزل نصدك إلى هنا ثم وبعد ذلك يسعد في جميع الأحوال أنت ستنتظر نصدك في هذا القمة لكن شريطة أن لا يكون لديك ديفرجنس انتبه إذا كسر الآن هناك ديفرجنس مشكل يجب أن تكون لديك استراتيجية بالتالي بالنسبة لي يجب أتمنى أن ينزل إلى هذه المنطقة ليكون أدو النموذج إذا ما نزل وسعد عليك انتظار تصحيح للصعود أوكي إذا بالنسبة لنا الآن نحن في منطقة بما أنه كسرنا آخر موجة هذه منطقة جيدة لكن نحن لاحظوا أين دخلنا في هذا النطاق هنا ووقف القصر الآن على بريكي إذا ننتظر لنرى ماذا سيحدود في نصدك كما قلت هذا النطاق هذا النطاق وسننتظر لنرى هل سيتم لمسة النطاق الوصول إلى هذا النطاق أو لا إذا سعد النصدك بطريقة تصحيحية فهذا يقول لي أنه هو هذا ذلك النموذج الذي ننتظر وسيعود النصدك قد يعود إلى هذا المنطقة قبل الصعود الاستثماري إذا بدأ يسعد من هنا بطريقة تصحيح أو كسر القمة فهذا يقول لي نزول قبل ذلك الصعود الاستثماري لكن هناك احتماليا يعطيني مثل هذا التصحيح هنا قبل نزول أخير قبل بدء ذلك التصحيح لأنه لديت زيادة في الزخم من هذا الموجة وهذا الموجة يجب الحضر من ذلك إذا هذا هو تحليل اليوم للنصدك أتمنى أنكم تستفيدون أعرف أن الآن الكل سيبدأ بتحليل نصدك وسيضع عادل معلومات في خلواتي مع الأسف لكن هذا يعني أنه معلومتنا قوية مدام صار هناك مقلدين معلومتنا قوية الحمد لله ودورتنا قوية لذلك إذا أردتم الاحتراف إذا إذا أردتم الاحتراف معلكم إلى التحدث معي عبر هذا الرابط هذا رابط تليجرام اخذوا كاملا اطلبوا رسالة صوتية باسمكم لتجنب النصابين هذا هو الرابط اخذوا كاملا وطلبوا رسالة صوتية باسمكم لتجنب النصابين يعرفوا أننا لا نقبلوا الدفع بالكريبتو ولا نطلبوا استثمارات من أحد نحن نعلم فقط والدفع يتمع طريقة تحويل البنكي أو بايبال لا تنسوا أن تفجروا لايكات دعوا تعليقاتكم في سورة الفيديو ساعدونا على نشرات الفيديو أكثر وأكثر ولا تنسوا أخو سام السلام عليكم يا مبدع في دورة التحليل الموجي صدقا كانت من أربع من أربع الدورات التي أخذتها على الإطلاق تعلمت فيها فعلا أني أكون أنا يعني معصم على السوق مش ضدهم كثير أخذت دورات وكثير دخلنا في صفقات اربحنا وخسرنا أضعف اللحنة اربحنا لكن في هذه الدورة تعلمت صدقا كيف أني أنا أدخل الدورة وأطلع منها ربحان بدون أي خسارة أنا بتشكرك جدا على كل معلومة أعطيتنا إياها بالصدق لأنه كانت عبارة عن نقلة نوعية عن جد نقلة نوعية دورة التحليل الموجي أنا كنت من متابعينك ولكن كنت يعني على حسب الدورات اللي أنا أخذتها سابقا مش متشجع كتير لحد ما لقيت حالي بدخل في خسارة ورا خسارة قلت لأ خليني أنا أجرب جرأت فعلا أنه دخلت الدورة معك لكن صدقا صدقا للأمانة كلمة حق تقال أنا لا بعرفك ولا في أي علاقة بينه بينك غير أني أنا من متابعينك ويعني كنت معجب في التحليلات اللي أنت كنت بتنزلها والطريقة والأسلوب والعلم اللي عن جد هو علم بحت فكانت عن جد رائعة جدا جدا وكلمة رائعة قليلة جدا عليها فأنا بتشكرك جدا وبتشكرك على كل معلومة صادقة وأمينة كنت تعطينا إياها دورة التحليل الموجي اللي ما بفكر فوت فهو في خسارة صدقا ونصيحة نصيحة من أخ محب فوت في دورة التحليل الموجي وأنت مغمض لأنه راح تعود كل خسارتك بإذن الله يعطيك العافية أستاذ وسان شكرا للمشاهدة